زملائي كده عملوا تقرير دقائق كده عن ما حدث بالأمس في التقرير والتقرير كله هنشوفه بكرة بإذن الله من الساعة السابعة من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة هنشوفه وأتمنى الأرض اللي قدام حضراتكو دي اللي قعدت 79 سنة هاتع الشاشة كده هاشرفوا النبي 79 سنة يا أخوانا أرجوك أخلي بالكم من الرقم هذه الأرض داخل الدولة المصرية قعدت 79 سنة بلا تنمية قعدت 79 سنة خراب ما حدش يدري جميتها النهاردة مين ما يسمعش عن العالمين مين ما يسمعش على جمال العالمين مش فيه جامعات فيه مصانع قلي بالك أنا بتكلم على المصنع فيه سياحة فيه فنون فيه سكن وإحنا روحنا لسكن لسكن مصر قبل كده الأسبوع اللي فده لقل قبله أكبر مستشفى اللي كانت الناس فهمة أنه ده أنا آسف بعض العقول بعض العقول اللي ما بتفكرش عليه تنمية في الدولة المصرية تقولك ده أنه كنت فاكر أنه اللي هناك مستوصف بيتكلم على مستشفى العالمين بهذا الرقي وهذا المجهود كان نتكلم على مستوصف إحنا لما روحنا من مستشفى نفسية وده خدنا من جوا وقابلنا كل طاقم العمل اللي جوا إيه الجمال ده وإيه التنمية وإيه النمو اللي موجود وإيه التقدم اللي موجود في عقلية الدكتور وعقلية الطبيب وعقلية الممرض وحتى عقلية المريض نفسه أنا ما بكلمكش على حاجة بتحصل استثناء الدولة ماشية في هذا الرجب في كذا قطاع وفي كذا منطقة ومش هنسكت وكأن يعني ممكن حتى تقول كما تقول زي ما أقول لحدتك إن في مشاكل عندك أنا مش هقول لحدتك لا لكن وإنت بتتكلم عن المشاكل ما تكسرنيش ما تخديش هستسلم وعد بالعكس الدولة قالت لك لا ده أنا عندي زي ما هتتكلم هنا بنسبة 30% أنا عندي 70% يقومك ها قالك إتا عندك العالمين والناس عملة تنتقد وتقولك لا 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 تعالى 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 معلش أنا مش هاخد بإيدك أنت اللي روح أنت اللي روح وشوف هذا المكان اللي مكانش حد يقدر يجميته لحد 2016 من بداية 2021 2022 بيحصل كل يوم حالة من بدأت وبعدين حضرتك اسأل بقى السائح العربي والسائح لأجنب اللي جيد النهاردة رئيس المزراء كان بكلفة المؤتمر الصحفي أنه عنده مئة جنسية زاروا السحل الشمالي زاروا منطقة العالمين مئة جنسية بيستكشفهم على أي حال هتشوفوا حضراتكم بكرة التقرير من هذه الأرض حصل وهيحصل وإن شاء الله بإذن الله كل المنطقة دي هتشوفوها في الأول والآخر هي للإنسان المزر مرتبطة